اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نراجع الخمس نراجع الخمس تمام؟ نبدأ في دالة السبليت نبدأ في دالة السبليت نبدأ في الفصل الماضي يمكن أن تستخدمها لتقطع النص لكلمات وبينانا على الويت سبيس أريد أن تأخذ برامتر مختلفة دعنا نفذ على سبيل الماضي هذه السبليت عبارة عن أنا لا أعب أن أضع الويت سبيس هنا و مرحبا في بايثون بايثون مرحبا 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 و نبقى تاليها لكلمات بالضبط على شكل هذا النص ممكن أن أعدي لك فيه أضع لك هنا أضع لك و أضع لك مرحبا و أضع لك و أضع لك و أضع لك مرحبا و تضع لك مرحبا مرحبا ممكن مرحبا و أضع لك مرحبا أو كل المجتمعين فبالتالي نتيجة ستجد نفس النتيجة بالضبط فهي اس.Split نفس الاشي بالضبط ماذا يعني سلاش دي بسلاش امر ماذا يعني ما حدفهم سلاش دي بسلاش امر كله ساعة بحكي انه هذا كله يعد white space سواء كان انه انت عندك هاي الفاصل بين هاي و هاي شغلتين space مع سلاش دي عدهم كله white space فبالتالي قصص من هاي المنطقة عمل cut من هاي المنطقة هنا في عندي slash n واحدها هنا في عندي سبعة او ثمانية spaces مش عارف كبير كلهم اعتبرهم white space وعمل cut من هاي المنطقة يعني اعمل slash واكتب بعدها اشي المباشرة بعدها من غير white space وش محسوب صح؟ لما اكتب slash ايش؟ كمان مرة slash واكتب بعدها مثلا الحارف ال L او ال M او ال N لا فقط T وال M تعتبر هاي المنطقة تعتبر هاي المنطقة تعتبر هاي المنطقة تعتبر هاي المنطقة لازم نضيف لها slash فبالتالي slash T يعني tab slash n new line غير هيك لا مفيش ممكن تعمل scaping لكواتيشن عندك كواتيشن عندك اذا بدك ايها تزحر في string فبترح وتحط لها scape اللي هو slash طيب نرجع ل نعم نعم وصدق S وصدق S لكواتيشن عندك لتعمل scape لالشخص special character اعم يعني هاي To T عادية بدك ايها تصير tab تحط slash T تمام نجي الان لا نجي الان لا انه على سبيل المثال ان انا بدي يعني حاطة شغلة زي هيك و ال split ان انا ممكن ادي لها براميتر تاني as dot split بددله هنا slash او بدل slash عفوا comma بالتالي انا يعني هنا بشكل افتراضي ان هو بقطع على اساس white space اذا انا بديته براميتر بروح بيقطع على اساس البراميتر هذا معنى ذلك انه بروح بتطلع في النص وين ما بيلاقي كوما بقص بهذا الشكل فبالتالي هنا الناتج هاي اكم جملة ها تطلع جملتين في اللست بالتالي هاي 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 الجملتين بهذا الشكل هاي الجملة الاولى وهي الجملة ممكن انه انت الجملة هاي 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 او ممكن خلينا اطبقها مباشرة زيك و اقول له هنا dot split و split على اساس slash n فالناتج هنا كم جملة جملتين لانه هنا في عندي slash n و منها بروح بقص بهذا الشكل هاي الجملة الاولى هاي الجملة بالتالي لكن لو انا قلت له على اساس slash t كما slash t عندي واحدة واحدة بالضبط هاي تطلع تنتين يعني هذا عنصر كما و هاي هذا كله العنصر الثاني بدون براميتر على اساس white space لو اديتها براميتر بتقص على البراميتر اللي انت اديتها اديتها كما بتروح بتقص من عند الكما اديتها slash n بتروح بتدور وين ما في slash n بتقص من عندها مثلا كلمة كلمة معينة بتقص على اساس مش كلمتين يا استاذ بحكي لك نص تمام وبتقص من على اساس فبالتالي هنا تعال تطلع تعال تطلع يعني هاي لا هاي من عند الكما هاي الاس وين الاس هاي شايف ايجا تطلعت في النص كله وين ما لقيت كما اللي قابلي بيكون عنصر واللي بعديه عنصر مش كلمات انا بحكي string قابلي و string بعديه تمام اتفعوا بالتالي هاي و هادا بالضبط واضح كيف ساعة ساعة صحيح بالضبط دالة الشتريب شو بتسوي هاي الدالة تعملك تقليم لل white space من على اليمين وعلى اليسار بالتالي هاي الناصة عندي زي هيك اس بتساوي ايش فينا عندي على اليسار space وعندي على اليمين نعم تعمل لاحظ ان الاس هادا لو انت بتدل ال control characters متى دل ال control characters تتم تطبيقها عند print يعني هنا لو عملت print as ساعتها ال slash بنزلك هي سطر جديد وتعملك tab تمام لاحظ التاب وين وهي شايف التاب وهي السباس اللي في بداية السطر يبقى لما انا اعمال لك هنا كيف ما هي التاب راحت بالستريب افوان مراحتش بالستريب احنا عملنا برينت والبريمت هادي بروح بترجم الكنترول بيطبقها يبقى لسلاش ان بينزلك سطر جديد و سلاش تي بروح بعمال لك اربعة سباس تاب تمام نعم هاقيت هنا هادي برينت للأسهي ويجا انه التأثير الكنترول الكاركتر زي هيك هاي دوت ستريب لاحظ الفرق لاحظ انه الاسباس اللي هنا راح بالستريب والتاب والتاب راح والدليل على ذلك انه انت لما تعمل تعليم للنص زي هيك هاي شايف انا عامل ضغط على 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 ال اللفت كليك تابع الماوس وماشي بس مش راضي يمشي لكن هنا فيه تاب شايفو يبقى هنا الستريب طبية ووقفففت باستخدام لتerschمد والل باستخدام وانت عندك القدرة انه استخدمها هذا الاطلاع هذا الاطلاع كما تكون مفيدة على سبيل المثال انه انت بتاخد انبت من المستخدام لعلى على سبيل المستخدام يعني عندما نتعامل مثل المعادرة الجاية يوم الثلاثين نبدأ نتعامل مع الفائل نحن نقرأ النص من فائل نقرأ البيانات من ملفات فبالتالي الملفات هذه ممكن تكون فيها بداية السطر او نهاية السطر فبالتالي مفيدة نستخدمها مستمع برنامج لايشو برنامج لايشو برنامج لايشو نحن قد اخذنا الفصل الماضي مسائل وطبيعي ان نستمر في المسائل هذه نحن برنامج نحن برنامج برنامج جيدة اه طيب بعد ذلك الاستراب نحن برنامج جيدة نحن برنامج جيدة من المسائل من المسائل ما ترجعه؟ وإذا لم تكن موجود سالب 1 سالب 1 يعني أنه موجود آخر 1 لا يبقى لدينا هذه الأس وهنا لو قلت لك الأس نسأل بـ من أجل الأس يعني أنه لا يوجد يعني أنه لا يوجد يوجد أنه لا يوجد كيف؟ لا يوجد أن أشاهد لا أستوسط أخذ أنه لا يوجد أعبارة عن هو موجود هل هو موجود في هذا الرسم؟ لا، لا يوجد أن يوجد سأعود إلى ، طبعا لن تضرحي الى الاندكس هنا عندما نقول له بدي على سبيل المثال الال ايه ثلاثة 0 واحد 2 ثلاثة الاندكس ثلاثة فبالتالي برجع الاندكس ولو طلبت منه البي هل سيعطيني اكتر من الاندكس مثلا؟ لا الالفرست ماتش الالفرست ماتش الالفرست ماتش الالفرست ماتش ايه ثلاثة ايه ثلاثة يا أستاذ هذه الدالة مصممة انه هي ايش بتجيبلك بتجيبلك الاندكس تبع الحرف هي هيك تصميمها فما تتساءل انه ليش ما بتجيبش الحرف نفسه انت لما تدي له الحرف طبيعة الحل برجعلك الاندكس كيف؟ طب انت الحرف هايه مرة ارتله اياه يعني انت بدك تدي له البي ورجعلك بي واثناش طب انت بديته البي انت عارف ايش بتجيبك نعم انت عارف ايش بتجيبك بحيث انه انت بتقول له اه انت شايف قدامك هي اديته البي وهي مكانها فبالتالي بيكون شايف الانبوت والاوتبوت لكن هنا انت في كتابة كود في استدعاء هذا كلام ملوش داعي ملوش داعي انه انت تدي له بي ورجعلك بي واثناش خلص تدي له بي ورجعلك اتناعش ماين الانبوت تمام الاندكس بتبدأ من السفر دائما ملوش داعي ملوش داعي ايندكس تدعي من السفر من السفر في السلايسين نعم الاندكس او الحرف نفسه نقول الحرف الاول لنقول الحرف 0 الاندكس 0 الاندكس 1 2 3 تمام اما الحرف الترتيب مع الحرف الاول التاني التالت تمام الاندكس 12 الزبط الاندكس هاي متوں كم珍 deixar 8, 9, 10, 11, 12 و انت عشان تتأكد انه هاي باو اس 12 بي تمام من غير دوت يعني كمان مرة السترنج هي عبارة عن list of characters فبالتالي مدام انه هي list تقدر تتعامل مع الانديسيز انا عارف انه الانديكس تبعه هاي ورجع الانديكس بحط 12 بجعلك بي لكن هناك بي ثانية هاي البيل هاي البيل اولان يبقى الاولى يبقى ال find وترجعلك ال first match بازجبت اول حرف بصادفه هل تحضر التاني بتدعو ابراه مراميتر ثاني لان ادعو مراميتر ثاني اعطي له ادعو لم احد تمام يتحدث على البيل إبدالي من 13 لـ Start Index يبقى هذه تفهم منه أنه يبدأ من 0 فبالتالي فعليا أنت لو قلت له زي هيك إيش بيطلع لك؟ 12 لكن لو قلت له لو سمحت إبدالي من 13 تلاحظ أنه الإندكس تبع الماتش بتزيد عليه 1 هاي وجاب لك الثانية 19 وعشان أنه تتأكد أنه هي 19 ممكن نعمل سلايسنك أقول له S 18 20 ما هي الراب لك؟ نجاب لك slash N والB نضع 21 slash N قبل والY بعد وهي الB موجود هنا تعال اتطلع هنا على string slash N slash N والY وهي الB موجودة في النص وي بدأ من 18 ومن 19 بدأ من الإندكس 18 ومن الحرف 19 هذا كلام حكينا عنه المحادرة الماضية هاي و الكلام مسجل عندكم هنا في السلايسنك ما يقول لك غالبا ما يقول لك لأنه نتعامل مع الإندكس يعني أكثر من ما أنه نتعامل مع الحرف لأن الإندكس هو اللي يكون للمكان حرف هاي هاي لو أنت تتعامل هاي من 2 إلى 5 تتعامل مع الإندكس 2 3 و 4 أما عندما تتعامل مع أحرف تقول الحرف الثالث لأن الإندكس 2 يعني الحرف الثالث تمام والرابع والخامس و كيف بدك تعرف انت أكام حرف اطرح من بعض 5 ناقص 2 هاي ثلاثة characters فبالتالي لا بهاي الطريقة يفترض أنه هي ما تلخبطش تمام واضح دالة الفايند طيب نأتي لدالة الفورمات دالة الفورمات الجديدة عليكم لا فورمات تنسيق يعني فمن اسمها بتعملك تمسيق للنص شوف كيف هستخدمها ماينام إز غوثين بهذا الشكل اي ام يرس طيب لاحظنا ليش حطيت حطيت الأقواس هذه يفترض انه نبدأ استبدالها بقيم القيم هذو المنون هيجيبها هيجيبها من دالة الفورمات يبقى هذا string dot format هكما برامتر يفترض اطديله نين لماذا؟ لأنه أنا عندي عدد الأقواس هنا بهذا الشكل يبقى أنا اسمي أحمد وأنا عندي 18 سنة هذه انت ممكن تستضعيها بقيم مختلفة فبالتالي بصير التغيير انت عندك هنا علي وعشرين سنة ه vinyl wrap Bold انت تستضعي اسف إلى الأقواس وفي هذه حسب الترتيب لديك انتم مختلفة وفي هذه تعتمد كمن هؤلاء لا يوجد دعا للكتابة نحن نريد تطبيق نريد أن تتعود كذلك لا سيمشي معك الكتابة لا سأتحدث عن جد نرى كيف حامل فورمات سأقول روح ال ؟ احجب وال!!" بارامتر ثالث إذا أضعت اثنين سيقولك لا إرار هو تابل 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 ثلاثة تابل أحب 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 كيف 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 قلت أنت بيتزا كيف اسمك أنت بلال كيف عمرك لسه 18 20 أعلمكم بلال عمره 18 ويبدو أنه هو جعان جدا يفكر بالفيزا حاليا كيف مش سامع البورجر تشبع أحسن من البيتزا ونزمي لك من صحك ويقولك أنه البورجر تشبع أكثر أحب نيو لاين سلاش أن نيو لاين يبقى أنت عندك الان عبارة عن كاركتر حادي لما تضيف لها سلاش سلاش أن يبقى نيو لاين سطر جديد فبالتالي هي فعلياً هي نزل سطر جديد باعدة الشكل بجدالة الفورمات تنسيق لك النص وتطلع لك هي زي ما أنت بدك ومش بالضرورة أن تستخدمها مع دالة برينت أنه يظهر معاك على كماند لاين انترفيس ممكن تستخدمها مع الويب ممكن تستخدمها مع وين ما بدك بالضبط طيب نرجع بعد ما خلصنا الفورمات ناخد دالة الجوين نعم دالة الجوين فعلياً هي بتعملك يعني الجوين فنكشن بتعملك جوين للاست سترينج اي لست من السترينج بتضم لك إياهم مع بعض طبعاً كيف طريق تضمهم انت بتحددها هنا على سبيل المثال النوع تستدعيها مع السترينج زي دالة الجوين ايش المفترض اديها لست خلص اتفقنا انه لست 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 اكيد طبيعة الحال هاي ايه مثلاً بي مش بضرورة كراكتر واحد ممكن تقول هنا سي دي هاي مش هاي مش space هاي مش هاي ضمهم مع بعض بدون اي فواصل بهذا الشكل او ممكن اقول له لو سمحت ضم لياهم وحط اللي بيناتهم space او زميلك بقول بنا نحط بيناتهم نجمة هاي او ممكن احط بيناتهم اندر سكور او ممكن احط بيناتهم حرف ايش بدك بيناتهم او ممكن تحط بيناتهم لو انت بدك تتعامل مع البيانات انه زي انه انت تحط بيناتهم فواصل انه انت تعتبر هدول جمل وبدك تشبك بيناتهم بالضبط خاصة بيناتهم ودخل او ممكن ان تعتبر ماذا سنكون بيناتهم 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 لتعليم نعم بالزرط نضع متغيير نضع الكعب لا هذا قبل نأخذ مسائل تقريبا هيك خلصنا كل بواقع يعني كل دوال نضع نضع عصبي مثال اكتب اكتب برنامج لقباعة الكلمات التي تبدأ بحرف متحرك متحرك من ناص كانت تعطيه ناص يفترض انه يرجع الكلمات التي تبدأ بحرف متحرك والحرف المتحركة احنا اخذناها خمسة احنا احنا حكينا انه لوب على الكاركترز ولوب على الشيء اسمو ولا لا ما اخذناها احنا ناخد هاي ناص زي هيك هاي ناص على سبيل المثال اس بتساوي welcome to python تمام python is cool احنا 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 الفتاس احنا أحنا اسطع احنا 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 بدي اعناقر احنا بأس الشار Chars For Chars Print Chars Chars تلف على الكلمات كل حرف في سطر نعمل Loop Over Words تقول For Words In S.Split واضح الفرق Print Words تطبع الكلمات هذا يعتمد عندما تستخدمها تحتوي على السؤال لو أريدك أن تقوم بعمل عمليات على الأحرف تتلف على الأحرف لو أريدك أن تتعمل عمليات على الكلمات تتلف على الكلمات نص السؤال لدينا أن تبدأ بحرف متحرك بأن أعرف الأحرف المتحركة A-E-I A-E-I A-E-I-O-U A-E-I-O-U O-U-I-Y-E 5 Forward Forward S.Split بدنا طلب الكلمات يبقى ممكن نعرف count لو نعدها وهنا الword ممكن من المتحركة من المتحركة من المتحركة ون ون أول حرف من الكلمة N في المتحركة في المتحركة هيا من المتحركة الزل برؤية و الإحبارة أوجد أنظري المتحركة خيش جعل ومنزويد الكاونت كيف خمسة خمسة هم إز والآبل 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 و الأورانج كيف حكينا هذا الكلام أنه في الجيبتر في بايثون نوتبوك أنت زي البايثون ممكن أن تقول عشرة بدك أن تشوف قيمتها هاي الأكس أو تغلب حالك اكتب بريمت اكس إنه مختلف هو مختلف 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 الآخر بس خد بالك لا فور شار نس والآبل هاي عبارة عن إترايشن أنا اخترت اسمه بدك حيو نفس الشيء طيب لو إجينا إنه غيرنا السؤال إنه تنتهي بفول بزر بزر مختلف تمام؟ هذي الكلمات التي تنتهي بحرف متحرك طبيعة المسائل هذي كذلك بدك كل الكلمات بدك كل الكلمات بدك كل الكلمات أي جملة أي جملة فبالتالي طبيعة الدالة التي تستخدمها مكتبة الكلمات التي تبدأ بحرف 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 موجود فبالتالي هذول كل الدول إز سبيس إز أبر إز لاور يفترض انه لوحدك انه انت تحاول انه انت تستخدمها تمام؟ هلقيت المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ في الفايلز بما انه نتعامل مع نصوص لدينا مسائل من نفس النوعية انه بدك تكتب لي برنامج يوجد لي عدد الكلمات أو عدد الأحرف بهذا الشكل لا المحاضرة الجاية سنبدأ في شيء جديد الملفات اه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر